السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعض الشباب يظنون أن ديننا دين الإسلام ليس فيه مكان للعقل بل نقول سمعنا وأطعنا ولا نجادل ولا نناقش ومن ثم يتركون الدين بحجة تحرر الفكر وتحرير العقل فهل ما ظنوه وما فعلوه حق أم باطل؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله في هذه الحلقة فابقوا معي للنهاية وإن لم تكن من شركائنا في هذه القناة فنتشرف بوجودك معنا فاشترك في القناة وفعل جرس الإشعارات حتى يأتيك كل جديد لا سيما ما يخص العلوم الشرعية ودين الإسلام بشكل عام وبسم الله نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من يتبعه أما بعد فحياكم الله جميعا وأهلا مرحبا بكم في قناتكم قناة بواعث الهداية وما حلقة جديدة من سلسلة شبابنا والإلحاد أسباب وعلاج العقل من أهم الشروط في التكليف الشرعي الذي به يعاقب ويحاسب الإنسان المسلم ودليل ذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق فكل هؤلاء الثلاثة رفع عنهم القلم لأنهم لا عقل لهم في هذا الزمن وفي هذا الوقت عن النائم حتى يستيقظ من نومه وعن الصغير حتى يكبر ويعقل ويبلغ ويبلغ عقله أيضا وعن المجنون حتى يعقل ويفيق من جنونه وكلها تدل على ثبوت العقل والعقل أيها الأحبة من الضروريات الخمس التي أتى بها شرعنا الحكيم فالضرورات الخمس هي الدين والنفس والعقل والنسب أو النسل والمال فالشرع أيضا يحافظ على العقل وإلا ما كان الله ليحرم علينا الخمر التي هي تخمر وتغطي وتذهب العقل وهذا ما يسمى السكر فقد حرم الله ذلك حتى لا يذهب العقل فليس معنى أن نستسلم لله عز وجل ونقول سمعنا وأطعنا بأن نلغي عقولنا بل من كمال العقل أن نتبع ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم وما نهى عنه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم لما؟ لأن الله الذي خلقنا وأوجدنا في هذه الحياة الدنيا أمرنا بعبادته وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ رسالات الله عز وجل من شرعه الحكيم ومن أوامر ونواهي لعباده المؤمنين وأنا أضرب على ذلك مثالا يقرب المعنى أرأيت لو كنت في الجامعة أو في المدرسة ألم تسمع لكلام المدرس أو كلام المحاضر بأن يأمرك بأن تفعل بحثا أو تفعل واجبا ما مدرسيا أو غير ذلك ستستجيب له لأن معه الدرجات ومعه التقدير وغير ذلك من الأمور التي تتعلق بدراسة الطالب وكذلك العبد يسمع ويطيع لإلهه ولربه سبحانه وتعالى لأن في النهاية سيكون هناك الجزاء إما حسنات وإما سيئات وإما جنات وإما عقاب من الله عز وجل فكذلك العبد مع ربه سبحانه وتعالى إذا أمر الله سبحانه وتعالى وخالقه وربه بأمر فلابد أن يفعله لأن الله جل وعلا سيجازيه على هذا العمل وإن لم يفعله فأيضا سيعاقبه على هذا الفعل فمن العقل وكمال العقل أن يستجيب العبد لله عز وجل لكن هل فعلا كما يثار ويقال بأن الدين لا وجود للعقل فيه؟ لا والله فلو نظرنا في كتاب الله عز وجل لو وجدنا كلمة يعقلون تكررت في الكرآن أكثر من 22 مرة وكلمة تعقلون تكررت 24 مرة ولو بحثت في كتاب الله عز وجل عن مادة عقل أو كلمة عقل فإنك ستجدها في كتاب الله عز وجل في 50 موضع من كتاب الله عز وجل هذا بخلاف الخطاب لأولي الألباب والذين هم كما قال أهل التفسير لأولي الألباب أي لذوي العقول النيرة وكذلك لأولي النهى ولقوم يتفكرون أو يتذكرون كل هذه آيات موجهة لأولي الألباب ولأولي العقول ولعلهم يعقلون ولعلهم يتفكرون ويتذكرون وكل ذلك في كتاب الله عز وجل بل إن القارئ لكتاب الله عز وجل سيتدبر هذه الآيات إن كان صاحب عقل حقيقي كما قال الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولي الألباب أي أصحاب العقول النيرة فمن تدبر وتذكر فهذا صاحب عقل طيب لأنه يعقل عن الله عز وجل وعن مراد الله عز وجل وهذا هو المطلوب بعقلك تثبت وجود الله عز وجل لأنك آمنت به سبحانه وتعالى دون أن تراه ولكن بالدلائل الواضحات البينات من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تثبت ذلك بعقلك أن الله سبحانه وتعالى موجود وأنه الإله الحق وقد ضرب الله عز وجل الأمثال للناس في القرآن حتى يتدبروا ويعقلوا عن الله عز وجل قال الله سبحانه وتعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون فالله عز وجل يضرب الأمثال في كتابه سبحانه وتعالى حتى يعقل الناس عن الله عز وجل وحتى يتدبروا كلام الله عز وجل ويعقلوا عن الله عز وجل ويتذكروا والخطاب موجه لأولي الألباب ولأصحاب العقول النيرة ولو نظرنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لو وجدنا أن السنة مليئة بما يحفز العقل عن إثبات رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل في كتابه الحكيم كل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فهذه واضحة وبينة أن من تفكر وتدبر علم أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من ذلائل نبوته صلى الله عليه وسلم من أحداث ستحدث وحدثت بالفعل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أن الحسنة بن علي رضي الله عنه صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم سيصلح بين فئتين عظيمتين من المسلمين وحدث بالفعل وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من فتح فارس والروم وحدث بالفعل وغير ذلك من الدلائل الواضحات التي حدثت والتي ننتظرها لإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بها وكل هذا يثير ويحفز العقل على تنشيطه وإعماله في إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ومن ثم إثبات وجود الله عز وجل وربوبيته سبحانه وألوهيته وأيضا من أحليث النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على ذلك وأثبتها العلم في زمننا الحالي كجناح البعوضة الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم فإن في جناح دائن وفي الآخر دواء وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من مراحل الجنين في بطن أمه أربعين يوما نطفة أربعين يوما مضغة أربعين يوما علقة ثم ينفخ فيه الروح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال أيضا صلى الله عليه وسلم لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله وهذا فيه تنشيط واستثارة للعقل بأن يبحث عن الأدوية التي تكون لداء كذا أو لمرض كذا أو لمرض كذا وهذا واضح وبين كثير فالعمل بالعقل لا ينافي أبدا دين الله عز وجل إلا إذا وضع الإنسان عقله في أمر من أوامر الله أو في نهي من النواهي لأن الله عز وجل الذي خلقنا هو أعلم بحالنا وهو أعلم بما ينفعنا وما يضرنا فأمرنا بما ينفعنا ونهانا عما يضرنا أرأيت إن كنت صاحب شيء ما أو اخترعت شيئا ما أو صنعت شيئا ما ألست أنت المتصرف فيه وأنت تعلم ما يصلح هذه الآلة التي اخترعتها وما يفسدها ولله المثل الأعلى هو الذي خلقنا وهو الذي يعلم ما يصلحنا وما يفسدنا فأمرنا بما يصلحنا ونهانا عما يفسدنا أما أن نطلق العقول عما يخالف دين الله عز وجل فنقول لك أنت تمشي في الطريق الخطأ ولذلك ضل كثير من الناس الذين قالوا بأن ما قبله العقل قبلناه وما يخالف العقل رددناه هذا خطأ لأنك لا تستطيع أن تقول لكلام الله عز وجل أو لأوامره أو لنواهيه نعم أو لا قال الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم يفعلون أم لم يفعلوه ما كان لهم الاختيار في ذلك ولا تفعل مثل ما فعل هؤلاء الملاحدة الذين لدينا لهم ويقولون لا بد أن ننظر ونرى حتى نؤمن فهؤلاء لا يتبعون عقولهم في الحقيقة إنما يتبعون أعينهم وكذ قال الله عز وجل عنهم لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون وقال الله عز وجل أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيله أرأيت لأنهم يتبعون المحسوس وهذا لا يفرق بين الحيوان وبين غيره لكن أصحاب العقول النيرة هم الذين يثبتون وجود الله عز وجل وإن لم يشاهدوه لأن العقل يدل على ذلك والدلائل الواضحات تدل على ذلك فمن زعم أن ديننا ليس فيه مكان للعقل نقول له أنت خطأ ومن زعم وظن ذلك من أجل أن يجعلها حجة ليذهب إلى الكفر وإلى الإلحاد فنقول له أنت لم تفهم دينك فكيف تذهب إلى شيء آخر وأنت لم تفهم ما كنت عليه من الأصل فلابد أن ينتبه الإنسان إلى هذا الأمر وأن يقرأ في كتاب الله عز وجل ويتدبر سيجد الكثير والكثير من استثارة وتنشيط وحماس العقل من أجل أن يتدبر في آيات الله عز وجل وأن ينشط قال الله عز وجل ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنظر عن قوم لا يؤمنون أرأيتم فديننا بفضل الله عز وجل يحمل مكانة عالية جدا للعقل فهؤلاء الذين يقولون بأن ديننا ليس فيه مكان للعقل قد ظلموا أنفسهم ولا أقول بأنهم ظلموا الدين وكذلك الذين يدخلون عقولهم في كل أمر ونهي من الله عز وجل وفي كل شيء في الدين أيضا ظلموا أنفسهم فهناك حدود لا يتعداها ولا يبلغها العقل البشري القاصر ولو أدخل كل واحد منا عقله في أمر من أوامر الله أو في شيء من الدين لا كان كل واحد دينه على قدر عقله يرفض هذه ويقبل هذا وآخر يقبل هذا ويرفض هذا لأن العقل البشري مختلف فكذلك هذه الأمور اختلفت عند الناس ولذلك جعل حد للعقول لا يتخطوها لأنها من أوامر الله عز وجل ومن نواهيه يفعل الإنسان ما أمر الله به ويكف عما نهى عنه ولا يدخل بعقله في أوامر الله عز وجل وفي نواهي الله عز وجل فمن استخدم عقله حقيقيا في دين الله عز وجل لا تدبر ولا تفكر ولا عقل عن الله عز وجل لا أن يدخل بعقله في كل شيء ولا أن يترك الدين من أجل أن لا مكان للعقل فيه فهذا ظالم وهذا ظالم وخير الأمور أوسطها فديننا يبنى فيه التكليف الشرعي على العقل ويحافظ عليه ديننا مع أربعة أشياء أخرى وهي الضرورات الخمس وأيضا فيه رسائل كثيرة في كتاب الله عز وجل لقوم يعقلون ويتفكرون ويفقهون فهل أنت منهم أم لا وهذا يدل على أن ديننا ولله الحمد والمنا فيه أماكن كثيرة لعقولنا وليس فيه كما يقال أنه لا مكان للعقل في ديننا فهذا افتراء وكذب ومن قال ذلك فهو يجهل أمر دين الإسلام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا بعقولنا وبأسماعنا وبأبصارنا وبقواتنا وأن يجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين وأن يجعلنا من أوليائه وأصفيائه وأحبابه وأنصاره وأن يجعلنا من الداعين إليه والدالين عليه اللهم آمين وأخذ دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة